تضع القيادة السياسية تنمية سيناء على رأس أولوياتها إيمانا منها بأهميتها الاستراتيجية ففي خلال السنوات السبع الماضية شهدت سيناء نهضة ضخمة في كافة المجالات وأشار تقرير لوزارة التعليم العالي إلى أن الوزارة لديها 37 مشروعا في سيناء بتكلفة تبلغ 13 مليار جنيها من أبرزها تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة العريش بتكلفة بلغت 1.3 مليار جنيها إضافة إلى أنه يجرى إنشاء أول فرع لجامعة حكومية بجنوب سيناء وهو فرع جامعة السويس أبورديس